دعيني أقول نحن كمجتمع قبل ثلاث سنوات كان بس ينقصنا الوعي عن العمل الحر وعن ريادة الأعمال وعن كيف أقدر أبني نفسي وأثق بنفسي في أني أبدأ مشروعي الخاص كانت كل تأمل الشباب أني أنا أكون في وظيفة حكومية وراتبي مضمون ومستقبلي مضمون وتقاعدي مضمون لكن هذا شيء غلط أكثر الشباب وأكثر الموظفين من يعمل في اليوم ثمان ساعات فقط لأجل هذا الراتب لن يصبح غني في حياته سيكون عايش حياة عادية مصاريفه على قده أموره تمام لكن منذ الرؤية منذ رؤية عشرين ثلاثين من ثلاث سنوات أو أربع سنوات تغيرت وجهة نظر الشباب أكثر فأكثر طبعا بعد دعم المملكة العربية السعودية والدعم طبعا من سمو سيدي ولي العهد والمبادرات الذي قام بها للشباب وجميع البرامج الداعمة إن كانت استشارية أو إن كانت مالية بدأ الشباب يفكر كيف أبدأ حياتي العملية بمشروع مشروعي الخاص وهذا المشروع الخاص أنا أقدر كمان أخدم الوطن أني أوظف ناس أني أكون سبب أيضا في زيادة الناتج المحلي للميزانية العامة للمملكة العربية السعودية طبعا تحفيز الشباب واللي شفناه في الثلاث سنوات الأخيرة وفي جميع مناطق المملكة وإمارات المناطق في المملكة العربية السعودية ودعم الشباب كل أحد ماذا يحب ماذا تريد أن تعمل فقط أعطينا الفكرة نعم ونحن سنساعدك في أول شيء كيف نوجهك تبدأ هذا المشروع الشيء الثاني إذا احتجت تمويل هناك لستة جهاد كبيرة تحت هيئة المشاريع المتوسطة والصغيرة ساعدت جميع الشباب وأيضا ساعدتهم في الإدارة وساعدتهم في بناء المشروع وستكون هذه المبالغ مقصطة في السنوات القادمة من الأرباح بأجزاء جدا بسيطة وهذا ما نطور الشباب وساعدهم يعني مفهوم العمل الحر أيضا دكتور هل يختصر فقط على الاستثمارات والمشاريع ولا لا حتى الحراف والمهان يعني قبل كم يوم كان عندنا ضيف كان دهان وهو شاب سعودي وأيضا نجار أيضا حتى ضيف آخر نجار كان الحديث أنه الدخل الشهري أو متوسط الدخل الشهري قرابة 15 ألف ريال ما شاء الله وهذا رقم يمكن نادرا ما تحصله كبداية في أي وظيفة حكومية ما في شك طبعا عندما نقول عمل حر فهو أي عمل إن كان عمل من البيت تقني أو إن كان عمل كتخصص صناعي أو تخصص تدريب مهني أي عمل يقوم به الشخص بحريته الخاصة وهذا العمل تحت إمرته فهو عمل حر طبعا والدولة الآن أيضا رتبت هذه الأعمال الحرة ونظمتها هناك سجل تجاري إلكتروني هناك سجل تجاري هناك مؤسسة لكل من يريد أن يعمل بعمل حر طبعا جميع الإجراءات التي قامت بها الدولة منذ رؤية عشرين ثلاثين طبعا ما ننسى أنه أهم كانت التحديات لرؤية عشرين ثلاثين الاستثمار بالموارد البشرية كيف يعني أستثمر بالموارد البشرية؟ مو بس أني أوظف أو أدرب كيف أيضا أخلي الشباب يطلعوا للمستقبل ويبنوا مؤسساتهم الخاصة وكياناتهم الخاصة يعني اللي كان في قبل خمسين سنة بادئ مشروع صغير والآن صار عنده إمبراطورية أيضا بدأ مثل أي شاب صغير الآن عنده نية يبدأ وهذا الشاب السعودي الدهان هذه حرفة محترمة وكما قلنا لو اشتغل في شركة لن يزيد راته عن ثلاث ألاف صحيح هذه معدلات رواتب هذه المهنة ولكن لأنه بنى مؤسسته بنفسه الآن يأخذ خمسة عشر ألف أقل شيء بالشهر وكما قلت أخي العزيز ومستحى يتوسع وما في شك هذه بداية هذه بداية والمؤسسة ستصبح شركة والشركة ستصبح شركة مساهمة والأرباحة الضخم والدولة تدعم والتسهيلات البنكية فقط لمن يريد تناب الفكرة ونحن سنسهل لك كل هذه الإجراءات المستقبلية هي فقط كانت ثقافة طبعا بعض الناس ما عندهم جرأة باتخاذ قرارات أنه يستثمر أو يبدأ مشروعه الخاص فيلجأ للوظيفة أن كانت في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي لأنها مضمونة وبعض الشباب أيضا يبدأ بوظيفة حكومية أو بقطاع خاص ومن خلال هذه الوظيفة يبدأ يبني أفكاره يبدأ ياخد خبرته نعم يبدأ ياخد خبرة لكي يفتح عمل خاص